سأل يقول أنا رجل مقعد وأحيانا لا أجد من يوجهني للقبلة للصلاة فما حكم صلاة إلى غير القبلة؟ نعم بالنسبة للصلاة لغير القبلة ذكر أهل العلم فيما يتعلق بها الأصل في ذلك أن المسلم يجب علي أن يتجه للقبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا المقصود بذلك وهو أن يتوجه للقبلة في صلاته ولكن هناك حالات يجوز فيها أن يصلي إلى غير القبلة أولا لمثل حال السائل العاجز أو المريض الذي لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة ولا يوجد أحد عنده من يقوم بتوجيه إلى القبلة فإنه يصلي على حاله حسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا أسعى اتقوا الله ما استطعتم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كل هذه تدل على أن المريض أو الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة وهو كما ذكر أنه مقعد فإنه في هذه الحالة يصلي على حسب استطاعتي هذا أمر الأمر الثاني للمسافر المسافر بالطائرة عندما يسافر ويريد أن يصلي الفريضة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فيجوز له في هذه الحالة أن يصلي الفريضة ولو إلى غير القبلة الأمر الثالث للخائف يلخفتم فرجالا أو ركبانا الخائف يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة الأمر الرابع لو أنه اجتهد وصلى إلى غير القبلة اجتهد وصلى إلى غير القبلة ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته إلى غير القبلة فالصلاة صحيحة فقد صلى إلى غير القبلة ولكنه اجتهد في ذلك فأيضا خرج وقت هذه الصلاة وقد اجتهد هذا الشخص وقد صلى إلى غير القبلة فلا حاجة لأن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في ذلك الأمر الرابع أو الخامس هو متعلق بصلاة النافلة إذا صلى النافلة وهو في سيارته أو على الطائرة أو في أي مكان ويريد أن يصلي النافلة فيجوز له أن يصليها إلى غير القبلة ولا حرج في ذلك فقد كان نبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة على راحلته وربما توجه إلى غير القبلة في ذلك نعم ترجمة نانسي قنقر